مهاردة حوار مشير جداً هو نفسه الحوار مشير وأكيد سيزداد إسارة ومتعة مع واحد من سوبرستار ميجاستار عالم جراحات المخ والأعصاب اللي أنا بسعد جداً وأكيد في منتهى السعادة والتشوق للقاء العلمي الرق جداً مع ضيف العزيز القيمة العلمية الكبيرة الأستاذ الدكتور محمد صديقي هودي الأستاذ جراحات المخ والأعصاب والعمود الفقري الأستاذ بكل الطب جامعة القاهرة ضيف العزيز أهلاً بك يا دكتور صديقي أهلاً بحرارة دكتور عين السؤالي اللي لازم أسهولك في الأول لماذا اخترت الحوار عن الانزلاق الغضروفي عند النساء؟ ده الأول مرة على فكرة نتكلم فيه هو الموضوع مهم جداً يعني الموضوع مهم جداً يعني هو كان على عبر التاريخ أو على مرة التاريخ لما كان بيذكر كلمة عرق النساء ده كان بينسب للنساء في الأول يعني هو اسمه النساء أو النساء أو whatever يعني فكانوا بيقولوا عرق النساء وهو كان فعلاً مشهود أنه هو كان بيجي أكتر للسيدات والسيدات اللي هي كان بتشيل وبتشتغل وكان بتقعد على رجلية وتنزل على ركابها وتمسح في الأرضيات والكلام ده كله ده في وقته من الوقت كان يطلق عليه النساء بس هو الحقيقة يعني علمياً الموضوع نقلب شوي يعني كانت النسب في كل الكتب العلمية يقول لك الانزلاق الغضروفي في الرجالة أكتر من السيدات ليه؟ الرجل عرضة للشيل والرفع الأشياء السقيلة ركوب العربية المطبط طبيعة الشغل اللي قاعدة كتير على المكتب اللي قاعدة كتير على الكمبيوتر الكلام ده كله القصة أو الخريطة السكانية بتاعتنا انعكست شوي يعني جات في الفترة الأخيرة ما هي بقت البنات بقى بيعملوا كده البنات الصغيرين أو الكبار أو السيدات أو بتعملوا بقى بتشتغل زي شغل الرجل وبتركب نفس الموصلات بركبها الرجل وبتعمل حاجات أكتر بقى من اللي بيعملها الرجل يعني هي بتحمل وبتشيل يعني تسع شهور وما قبل الحمل وبعد الحمل موضوع مرهج جدا 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 من صلب وصميم العمود الفقري يعني قصة الحمل من أول لأخيرها هي عمود فقري وقدر حضرتك الحاجة التانية التأثير الهرموني التأثير الهرموني غالب جدا عن العمود الفقري يعني فيه فترة اللي هي النشاط الهرموني وفترة انقطاع الدورة ونقص الهرمونات الكلام ده كله بيأثر على العدم وقوة العدم وحدوث الهشاشة وبدأت دلوقتي بقى كان زمان بنقول الهشاشة بتيجي بعد الستين وخمسة وستين وسبعين سنة بقى ده فيه الهشاشة المبكرة اللي بتيجي في تلاتينات والاربعينات وضعف العدم والكلام ده كله اللي بقى موجود دلوقتي الأمراض بقت مشتركة كتيرة ما بين الرجال والستات أضف إلى ذلك بقى يعني بدأوا يدخلوا في مجالات ما كانوش يدخلوا فيه يعني دلوقتي لما تيجي تتكلم وقال لك ايه أصلي بتمارس الرياضة بتروح الجيم تعرفوا تروح الجيم ده بتشيل بقى وترفع حديد وبتاعه كلام من كان زمان البنوتة لازم تبقى جميلة كده ولها مواصفات خاصة دلوقتي لا ده لازم بقى لها عضلات ولها ترابيس حاجة تخده لا لا حاجة تخده وتتفرج دلوقتي بقى فيه حاجات كده بتطلع ترينز كده انك الجيم ده القوية المفترية انا بشوف قعبة اللي بشوفهم على الجيم بيعملوا حاجات الحقيقة الكلام ده كنا الناس دي كان بتضحك على الكلام ده زمان بس دلوقتي للأسف بقى وقع بقى النزول الجيم واخد برحة راته الجيم ما فيه عدده حاجة اسمها فتنس جميلة جيفان بتعمل شيء حلو وتركب وعايزة تخس وتقلل وزنها بتاعه الكلام ده كله كله بتلعب طيرة بتلعب سلة بتلعب كورة لا الكلام دلوقتي بقى لازم تلعب حديد ما فيه بنات بتلعب كورة جميلة ده يا باشا لا وبعد كده الألعاب القتالية بقى والألعاب الدفاعية عن النفس لا باشا وهو أصل بقى بس ما تشلش حديد قوي يعني ما هي الخلي بالك ما هي بتروح تعمل الألعاب الدفاع عن النفس دي وتتشل وتترزع في الأرض وضهرها بيكسر هو ده ده اللي بيحصل وتقف وتعمل تمارين وبتاعه ترفع رجلها الفوق وتفتح البرجل 180 درجة وتلاقي دهرها طق والحوط طق والكلام ده كله يعني بجد حقيقة يعني فيه تغير كتير جدا في الشخصية الأنسوية الجميلة الهادية دي إلى شخصية بقت ايه خدت الشكل الزكوري والشكل الرجالي الحاجة التانية زدت الوزن وديد بقى مشكلة يعني الستات هتقسمهم الجزء بيشتغل وده غالبا بيحافظ على وزن شوية وجزء ما بيشتغلش وده غالبا بيحافظ على وزن فتلاقي الوزن بيزيد وخاصة لما تبقى ستة البيت خلفت أكتر من مرة الوزن بيزيد الهرمونات بتشتغل معنا نسبة الفاتس بتاع له كتير وطول النهار بقى في البيت يعني وقفة في المطبخ بتوطي بتمسح بتشيل بتطلع الدرر خمس يعني فيه منفرقات غير طبعي يعني فيه منفرقات غريبة جدا يعني تلاقي والحركة بتاع تشيل على فكرة الحلة واللاف بيها دي في منطقة الخطورة اللي هي حلة المية أو حلة يا ماشا ده فيه أكتر من كده يعني طبق الغسيل التلاتين كيلة أيوة بالزبط طبق الغسيل طبق الغسيل والحركة المرتبة اللي لازم تتشيل وإرفع وبتاعه ورميها والسجادة اللي لازم تتغسل وتتشيل لا ده قصص أنا لما باسمع أنا بحب باسمع يعني لما باسمع الكلام ده أول لا بجد يعني كان اللفعونهم بيعملوا مجهود جامد جدا وعنيف وبعدين يعني أنا أنا شوف أنا بيجيلي طبقات كتيرة جدا دكتور عين فيه ناس يعني يعني طبقات عالية جدا بس لأي ست ولك أنا ما بحبش حد يعمل لي حاجة أنا عندي آه شغالة بيجيلي بس أنا اللي بعمل فيه واحد تاني ها ست هيلي بتشتغل نفسها وتعمل كل الكلام ده كل وإحنا عندنا كل المناسبات هي هنجهز فيها أكلة بنظف البيت دخلت رمضان طلعت رمضان دخلت العيد الخروج من العيد ملدي النبي بعد ملدي نجح العيال كل ده نجح العيال العيال خلصت نجحة نسفر للساحل يلا نفتح اللي عنده شليل اللي عنده حاجة في الساحل بروح حتى أجرت بروح أنظفها لا وبعدين برضا زي ما بتتكلم إن احنا موضوع السيدات هم اللي عليهم العبء الكبير لا أتفرج أنا بقول لحداك نتعامل مع مستويات كتير جدا طب تعالي بقى شوف الناس الطيبين بقى اللي بيجوا من الأقاليم ومن القرى ومن البلاد بلاد جميل لا ده عندها سياسة إنها تشيل على راسها ده أساسي ها ها طبعا نزلت السوق وجابت أنا شلت شنطة واحدة بس يا دكتور بقى سيافة بتاع تلاتين واربعين كيلو يعني هي شنطة بتاعت حاجات جايبها كده فايا تلاتين واربعين كيلو فوق الراس نعم وتشيل بقى وتطلع بقى الدور الرابع والخمس ما عليش يعذروني أنا بقى لي كتير الأسف وراحت شريف لأ بقى لي بتاع عشر سيني مراحت شريف موجود ونشيل طبق الغسيل عشان نطلع ننشر فوق السطح أصلا ساعات الغسالة دي ده في ناس مش مقتنع لحد الوقت إن الدراير والمجفف ده بينظف يعني يعني هو برضو هيبقى ملوس وريحة وحشة مش عارف إيه لازم تشيل وتطلع فوق السطح وربنا بقى بيحبك بقى لما تسمع قصة لطيفة جدا إن الحجم ربية بطتين فوق السطح وتطلع كل يوم ثلاثة أربع مرات عشان تأكلهم ويعني ممكن تقع من على السلم وبتشيله وبتاع يعني أنت عارفة بس مع الكلام ده فبقولك السيدات فعلا عندهم مجهود شق وبيعملوه أضف إلى ذلك بقى إن التكوين الطبيعي بتاع العمود الفقري في السيدات غير رجالة يعني فيه إنحناءات زيادة علشان وضعوا الحوض اللي هو ربنا خلقه وجهز عشان يستقبل حمل وجنين في السيدة وضع غير وده ما كانش متعود على المجهود الجامد ده برضه يعني طول عمر ربنا خلق الراجل ده عشان يشقى ويسعى ويشيل وتميز إنه هو لازم هو اللي ايه اللي يعمل المجهود الزيادة هم لأ يعني كان مفروضنا أكثر رفاية بس هم جابوا نفسهم البدل بدأوا يعملوا نفس اللي بعمل الراجل ونفس الحقوق والمساواة والكلام ده كله طب شيل شالت البيت وشالت العيال وشالت الدنيا العادات السيئة الشيل الكتير الوقفة الغلط والأعدة الغلط والتحميل الجامد وفي نفس الوقت عضلات ظهرنا ما عادتش سليمة يعني يا إم أصلا ضعيفة يا إم أنا برهقها زيادة ومع حمل بيزود وزن الجسم على الأقل من عشر لحد خمسشار كيلو مع احتباس مية مع زيادة حجم البيبي وكلام ده كله كل ده بيبقى عبقى العمود الفقر يؤدي إلى ما يسمى آلام العمود الفقر سواء بقى في الرقبة سواء في الضار سواء في أسفل الضار سواء في العنش بالرجلين وإنزل مع الحدثة على حسب الانزلاق فين وفيه انزلاق عنق وفيه انزلاق قطني فيه انزلاق عنق وفيه انزلاق قطني وأخطر بقى الانزلاق الفقاري بقى اللي هو ايه بقى المرحلة بنسمى جريت فايف أو المرحلة الخامسة في الموضوع تزحش يعني هو دايماً احنا بنقسم الغضروف إلى أربع درجات درجات بسيطة أول درجتين اللي بعدهم درجات أكبر شوية بتوقف على حجم الغضروف أو حصل فتأ في الجراب بتاع الغضروف ولا لا درجة الرابعة ديت اللي هو خلاص الغضروف خرج بره وضغطها العصب وعمل ضيق في القناة العصبية الدرجة الخامسة اللي هي بدأت الفقرة تسيب وتتحرك وتنزل وتسيب مكانها وتنقل بقت في حتة تاني يعني الفقرة تبدأ تتحرك تزحلق ممكن تزحلق سنتي سنتي ونص اتنين سنتي وهكذا فبتنزل نزلت الفقرة دي بتاخد معها العصب وبتسبب قلم رهيب جداً بتبدأ بتنميل تبدأ بخدلان تبدأ بتقل تبدأ ناس تقولك أنا بحس بكهربا بشكشكة يعني أنا باخد برحالات تنميل أنا بحس زي ميا بتغلي في رجلية بعد شوية بقى تبدأ الرجلة تتقل الشبشب بيتخلع بخبط في السلم بتكعبل في السجادة بقع الحاجات ده كتير نعمل بقى أشعر دكتور آيام انت لقى المنظر ده كده شوف اللي عليه السهم ده ده غضروف بس ده غضروف كبير بقى ده اللي تحت ده درجة رابعة ده غضروف خرج بره وانفجر ودخل جواب قناة العصبية اللي فيه غضروف درجة تالتة والله فيه غضروف درجة تانية يعني أنا الأشعة دي تفيها ثلاث غضروف فوق بعض من أول فقرة التالتة والرابعة الرابعة الخامسة الخامسة والعجزات الأولى أجبرهم اللي تحت لأن اللي تحت هو أكتر واحد شاية طيب دي تحلها إيه؟ مع أصل انت الغضروف خرج من مكانه أو بنسميه غضروف منفجر أو بنسميه فتء في الغضروف طيب الفتء في الغضروف والغضروف في المادة بتاعته خرجت بره استحالة بأي علاج في الدنيا إنها تدخل تاني ولا بالعلاج الطبيعي ولا بالحزام ولا بالعلاجات المساعدة يبقى ساعتها هنا بيحتاج تدخل والتدخل له أنواع كتيرة جدا يعني فيه تدخلات بسيطة جدا زي مثلا تدخل بالمنزار أو الجراحة الميكروسكوبية إنه نسقص الغضروف اللي خارج بس بس ده له شرط إنه يكون الفقرات قوية ومسكة نفسها والعضلات كويسة والفقرات ما بدأتش تتزحزح من مكانها أو ما تبقاش سايبة لأن فيه غلطة كبيرة جدا وبنشوفها كتير جدا الناس بتفرح بكلمة منزار في العمود الفقر حاجة سهلة ده جرح يا سنتي وندخل نعمل العملية ونشيل غضروف عملية رائعة ولكن في الآخر القضية إيه القضية الغضروف ده لما كان موجود وخرج بره عمل ضعف في العمود الفقر يعني ضعف في العمود بقى سايب بالزبط ده ده فقرات عنقية بنشيل على راسنا بنوط كتير بنقعد على مبايل كتير الغضروف وهو انخرج بره بدغط على الحبل الشوكي طب لما بنجي بنقرر الغضروف خلاص كبير وضغط على الحبل الشوكي وبدأ يعمل لضعف أو تقلق في الإيدين والرجلين لأن الغضروف العنقي ممكن يعمل خزل أو ضعف رباعي في الإيدين والرجلين لما نجي نقرر نعمله حاجة هنعمل عملية بالمنزار مثلا لازم نشيل الغضروف ومش هنشيله بس ده احنا هنركب مكانه حاجة تانية بنسميه غضروف بديل أو مبعد للفقرات حاجة كده سبيسر تبعد الفقرات عن بعضها وفيه منه أنواع وأشكال بس هي الخضية أن أنت الغضروف ده اللي كان موجود ده نسيك طري جدا ونسيك ضعيف ما هواش قوي ولكن احنا استخدمناه بطريقة خطيئة الأعضاء الغلط الشيل التقيل الوزن الزيادة الإصابات والحوادث الخبطات والمطباط والكلام ده كل اللي احنا كنا بنحكي عنه دلوقتي وصلنا لمرحلة العلاج وطبعا أنا ما عنديش مشكلة في العملية يعني العملية سهلة بس احنا بنخلي دايما كلمة التدخل الجراحي وآخر حل احنا بنبدأ الأول العلاجات الدوائية ودايما احنا بنقول جملة بنقول أن 80 إلى 90% من المرضى اللي بيجيله من زلاغ غضروفي اللي هو جريد ون الدرجة أولى ودرجة تانية وبداية الدرجة التالتة ممكن يتعالج بالعلاج وبيخف ودا اللي بيدحك عليه دايما يقول له هنعمل لك جلسة المساج وبتخف هنعمل لك لسعة بالنحلة وتخف ده بيقى درجة أولى هو كده كده لو نم وريح واخد شوية علاج كان هيخف ويروح ويجي لك واحد ويقول لك لا ده بالعصايا لا ده بالخشب انت عارف بقى الكلام الموروث المتخلف الكبير جدا اللي بيؤدي إلى مشاكل كتير قوي ويا ما ناس بقى دخلوا في مشاكل بسبب الضغط على الفقرات أو السيدات مشهورة بكلمة يقول لك لما لقيت ضهري بيوجعني جبت الواد الزغير بس يكون ود كده مبقلز كده ويقعد فوق ضهري ويتنطط على ضهري بحس بالراحة هي الراحة دي جات من ايه اصلا عصب مزنو هو كسر الفاسد نفسه يعني مع النطة دي أول حركة دي بيخلع الفاسد الوراني اللي هو المفصل الخلف ده بحس بالراحة لأن العصر كان مخنوق لما ده كان سليم فكت بس الفقرة ثابت دخلتنا في مشكلة كبيرة تاني واخد برحرك وده اللي كان دايما الناس بتفرع بيه لما يقول لك روحت لأبو عصاية وده سعى لظهري حاصلت بطاقة يا ده أنا فقت فقت مين ده أنا كسر لك الفقرة واخد برحرك هو اتكسرت فالعصر كان مخنوق ومزنوق من قدام الغضروف ما يفصل ده اللي بيخلى الفقرة تسيب بعد كده هتزو تعال بعد شهرين ثلاثة اربعة بس شهرين بقول لك بص أنا استريحت وروحتوله تاني مرة ما استريحتش لا ده هو بالضبط أنا شفت التجربة دي مع حد وكانت بنت راحت للنوعية دي يوم تاني يوم القلم رجع قزد من مكان واستمر تمام شوف الموضوع مش بالبساطة دي ما هو سهل ان احنا نجيب حتى بالدوزر ونقول له مش على الضهر هيكسر للدنيا ونستريح لكن الموضوع مش كده الموضوع مش كده انت لما تجي تحل الموضوع علمي انت بتبص للمدى البعيد لبعد سنة وسنتين وعشر سنة هيبقى الوضع ايه الناس بتبص بقى تحت رجلها للأسف وبتدور على الحاجة اللي هي الحلول السريعة المؤقتة المؤقتة اللي هو ايه بقى ايه طب واحد يلسع بالنحلة واحد يكوب النار واحد يقول لك خزامة واحد يقول لك حجامة واحد يقول لك تشريط واحد يقول لك لا ده فيه ابر بقى ابر طيب يعني تسمع أنا بيجي ليه أسئلة كتير جد يقول لك طب هو الابرة اللي بتاقت في الظهر دي اللي بتتضرب في السلسلة مش علاج ابر ابر تيه اللي بتتضرب في السلسلة عليك ده آه حقن اللي هي بارا حاجة مسكل بيسموه حقن آه الحقن ده انواع يعني الحقن ده انواع فيه حقن دقيق جدا بتعمل في قوة عمليات وكلام من ده إننا حقا إن المفصل وبدأ ده بيقلل التهابات والكلام ده كله بس ده في حالات معينة لو أنا عند التهاب الأمراض زي الفيبرمايلجا أو التهاب التلايوف في العضلات أقدر أعمل ده لكن ما جيش أقول أعممها وأقول إن ده بينفع في الغضروف لأن برضو يعني هل كل آلام العمود الفقر غضروف هل كل آلام العمود الفقر إزحزها في الفقرات هل كل آلام العمود الفقر ضيق في الفقرات أبدا ده فيه مشاكل في الأربطة ومشاكل جوه العصب نفسه ومشاكل في العضلات المحيطة ومشاكل لحد في الجلد نفسه التهابات فيروسية أو التهابات بيكتيرية أو ميكروبية أو مريض درن أو مريض التهابات جوه جسم الفقرات زي خراريج وحاجات زي كده بتعمل ده طب إيه رأيك فيه أورام جوه العصب على العصب نفسه زي نيروفايبروما أو زي مينجيوما أو زي الأيام دي بقى منتشرة جدا حاجة بنسميها نوع من أنواع اللينفومة دي كتيرة دي بنلاحظها يعني وكلام مندق بنشوفها كتيرة جدا موجودة حوالينا الحبل الشوكي أورام خاصة بالدم أورام خاصة بالدم وبتجمع عندنا في العمود الفقري واخد بل حرارتك عندنا حاجة تانية العمود الفقري دايما يعني لأن كمية الدم اللي جوه العظم كتيرة الأورام السنوية اللي جاية من حيطة تانية زي الأورام اللي تبقى جاية من الرحم الأورام اللي جاية من الحوض الجهاز الهضمي من الرئة بتضرب عندنا في العظم يعني مشهورة جدا عندنا يعني الحاجات يعني ما عندناش مشكلة واحدة هي اللي بيجيب ألام العمود الفقري فعشان كده من العجيب والغريب جدا يا دكتور إيما تلاقي حد مثلا باعت على الصفحة بتاعة العيادة أصلا بشتيك من وجع في ظهري وكتب لعلاج علاجية هو أنا أعرف عنك إيه عشان أكتب لك ألاقي يعني في نصابين هم اللي طلعوا الفكرة دي في دماغ الناس أه طبعا هو اللي اتصل وهنبيعبعات لك كلام تا يا جماعة الحاجات دي مضرة على فكرة والله مضرة جدا أي حد يعمل ده نصاب أي حد يعمل ده في كل المجالات نصاب حتى في تخصيص أولاين مش عارف تخصيص ده نصاب المريض لازم يتشاف ويتفحص يعني بص دي دي تنوع من المشاكل اللي موجودة عندنا في العبود الفقر إيه الحالي لأ نشوف نرجع لسنة عشان عايز نشوف الأشعة دي ونشوف الأشعة دي بتوريني دي دي حالة جميلة أو يعني إحنا لو بصينا عليها ياريت لو نعيدها بقى هي دي من أول الحتة دي أو من أول تشوف كلمة عرق النس والألم اللي بيجي سببه إيه ممكن يكون ضيق في القناة العصبية الجانبية بتاع الفقرة ممكن يكون التهابات في الأوطار اللي حوالينا اللي بتمسك الفقرات ببعضها وغد بالحرك لما بنعمل أشعات وندور على الموضوع بنشوف أهم أشعة عندنا بنعملها سمارة نين مغناطيس وساعات بنحتاج أشعة عادية وساعات نحتاج مقطعية وساعات نعمل مسح زري على العظم عشان أنا في حاجات ببقى أتوقعها موجود لما بنعمل نلاقي بقى فيه ضغط فيه قناة عصبية بقت مقفولة فيه عصب بقى مضغوط طيب إحنا بنتدخل النهاردة عندنا فيه جراحات بالمناظير وفيه جراحة ميكريسكوبية وفيه جراحة تسبيت فقرات وفيه جراحة توسيع قناة عصبية هنا عملنا التوسيع بتاع القناة العصبية القناة العصبية دايقة جدا ده اللي إحنا بنكحة فيه من الجنب ده ده المفصل اللي لونه لبني ده ده شايف حدرك اللي إحنا بنشيله ده ده بيبقى الضغط اللي موجود على العصب ده غضروف بيبقى ضغط على العصب نفسه خرج من مكانه وخرج بره مكانه وبدأ يضغط على العصب ويعمل لضغط عليه طيب إنت النهاردة لبقى بتدي مية علاج والغضروف قافل على هذا العصب أمره ما يخف طيب المريض ده إنت مجرد لأن القناة كان ديقة جدا فبنتطر نوسع فلما بتوسع بتشيل العظم كده من المفصل لازم أعمل حاجة بقى اسمها تسبيت زي ما شوفنا آخر حاجة هنا والعملية كلها بتبقى جراحة تجميلية وبتقفل بحيطة لازق كده صغير الموضوع خلص صعوبة القصص بتاعتها في العمود الفقر بتزيد قوي مع الوزن الزياد يعني أنا الوزن ده مش أولاً بقى رح بعمل العينة وزنها كم مية خمسة وعبين كيلو ده كده وزن أنا كنت على عمق يعني حوالي خمسة وعشرين سنتي عشان أوصل للعصب عشان توصل عشان أوصل للعصب فبالتالي أنت المصار عندي مشكلة أنه هو مش ثابت أنا لما باجي أوسع كده بلتقي حتت شوية دهون جوه أمو أفلين تنزل تحت كمان تلاقي شوية تانيين أفلين وهكذا الدهونة بتبقى أصعب والالتهابات والالتقام بتاع الجرحة الالتقام بيبقى لقينا طبعاً السمنة لها أمراض بصحبة كتيرة زي الضغط والسكر والأخبط الهرمونات والهشاشة بتاع العظام كلام ده كل فده بيدخلنا في متى هنا التدخلات بقى الحديثة لما بتلاقي تشوف ده عم تفاقر الفقرة بكسورة هنا وبتتحرك وسايب ده اللي بنسميه نزل لك فقار يعني هي كلمة واحدة هنا اللي بتتقال ما لازم عملية ويتعمل تسبيت فقرات لازم التسبيت يعني الناس يقولك طب والتسبيت ليه ونثبت ليه طبعاً نعملها بالمنظار طبعاً نشيل غضروب بس هنتعب أكتر يعني دايماً مشاكلنا بعد العملية أسوأ يعني احنا ممكن نركب حاجات زي كده بس دي ما عندناش بنستخدمها كتير دلوقتي ده في الفقرات القطنية بنركب حاجة زي بنسميه كده يعني بنانا كيتجي كده زي الغضروف ويركب جهة الفقرات بس لازم نبدأ نعمل التسبيت اللي في الجانب ده ده التسبيت ده أهم حاجة هو ده لأن ده بيدخل في جسم الفقرة نفسها وبيمسك الفقرة في نفس الوقت ده بيسمح بالحركة طيب إحنا لما بنيجي نعمل هذا التسبيت اللي أنا كتاب يشاف اللي اللونه أحمر ده ده بيبقى عضماً من المريض نفسه بنحطه عليه عشان يساعد على الالتقام يعني هي العملية بتبقى مركبة هو المريض في الآخر بيشوف جرح ما بيشوفش إيه التفاصيل الدخلية بس التفاصيل الدخلية كتير ودخيخة جداً ونفسي أقول للناس يعني يعني بلاش المهاجمة لكلمة جراحة الجراحة ديت هو أملك الوحيد للنجاح عندما تتقطع بيك السبل في وقت من الأوقات مش هتلاقي حل تاني نورت بشأن حبيب ربنا ضيف العزيز المبدأ دائماً ممتع في حواره دائماً أستاذ الدكتور محمد صديق هودي أستاذ واستشاري جراحات المخ والأعصاب وجراحات العمود والفقر الأستاذ بكل الطب جامعة القاهرة واحد من ميجاستاذ عالم جراحات العمود والفقر كان ضيفي في واحدة من حلقتنا الممتعة في الناس الحلوة خليكم مع الناس الحلوة اشتركوا في القناة